في سؤال رقم 12 طلب مننا استنتاج عدد الأزواج الأقطاب B وأحسن طريقة هي استعمال جدول الاحتمالات منها نستنتج عدد أزواج أقطاب B ومنها نستنتج سرعة تزامن N S نبدأ أولا يجب علينا استعمال قانون سرعة تزامن N S تساوي 60 في F هي التواتل 50 هارتز على B بمعنى عدد الأزواج الأقطاب لدينا سرعة محرك تساوي 725 دورة خلال الدقيقة في حالة فرق سرعة تزامن هي سرعة أكبر بقليل من سرعة المحرك وفق علاقة N S يساوي 60 F على B لنبدأ في حالة عدد أزواج أقطاب B يساوي 1 وبالتالي N S تساوي 60 في 50 في الثالث على 2 تساوي 1500 ما زالت كبيرة جدا في احتمال الثالث عدد الأزواج أقطاب B يساوي 3 في الثالث على 3 تساوي 1000 احتمال رابع في حالة عدد الأزواج يساوي 4 تساوي الثالث على 4 تساوي 750 واحتمال الأخير في حالة عدد الأزواج الأقطاب يساوي 5 سرعة تزامن تساوي الثالث على 5 وتساوي 600 فهنا نستطيع استمتاز سرعة التزامن سرعة التزامن هي أكبر بقليل من سرعة دورة المحرك مباشرة إذن أكبر قيمة هي 750 لذلك حذاري أن تختار 1500 أو الثلاث السرعة التي هي أكبر منها مباشرة هي 750 إذن سرعة التزامن هنا 750 دورة خلالها دقيقة وعدد الأزواج الأقطاب بيساوي 4 إذن هناك 8 أقطاب N S يساوي 750 سر مينيت وبيساوي 4 أزواج أقطاب ترجمة نانسي قنقر